السلام عليكم. أهلا وسهلا بالمتتبعين ديالي. كنشكركم بزبع المتابعة ديالكم وعلى التعليقات وتشجيعات اللي كتوصني. إلا كنتي أول مرة كتشوف القناة ديالي. ما تنساش تضغط على الابوني يعني تشارك وتفعل جرس باش يوصلك مني كل جديد. ولا عجبك لا فيديو ما تنساش تدير لي لايك. إلا بقوا معي أنا اليوم اجبت لكم موضوع اللي طلبتهم منكم يعني دائما قلت لكم كنزل بالمواضيع اللي كتطلبوها. المتيحان ما بقى لهوالو والفيديو اللي انشرت لكم يعني يعرف واحد اللي إقبال كبير من طرفكم. لذا نزولا عند الرغبة ديالكم كيفاش نحصله على الأقل على بعض النقيطات في المتيحان ديال ديالكتيك المواد. كيفاش نعرفه كيفاش نشخصه التعتور الدراسي وكيفاش نعالجه كيفاش كل المفاهيم المتعلقة به. أول حاجة نعرفه بأن هاد تشخيص التعتور الدراسي هو واحد لهاجس كبير بالنسبة للتربويين كيفاش يقضيوا عليه. لأن جميع الأمراض التربوية راه الفيروس دياله هو التعتور فالبيداغوجيا جاءت لتجاوز هالتعتور هذا. لأن التعتور قد يمس جزء من الهدف أو الأهداف ككل. كيفاش نحن نعرفه كيفاش نشخصه شنوية العواميل كي تدخل فيه. أول حاجة تعتور الدراسي كيفاش يكون. كين عواميل اللي هي ذاتية؟ وهي صفات الخصائص والسمة المكونة الشخصية. كيفاش نحن 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 نح أنشطة فكرية للحفظ. هذا مستوى متواضع في المستوى الفكري وقالية لتثبيت المكتسبات. كل فهم وهو واحد المستوى متقديم من المستوى الفكري. لكنه في مرحلة مهمة من المراحل التالية كان اللي هي مهمة هي عملية التحليل والتركيب والتقويم. وهذاك الحفظ يكون قوي باش فتذكر هذه المعلومات وخزنها وإعادة تركيبها وتقويمها هذا كوال هداف. اذا هنا في المواطن العربي تحدث كثيرا على الماضي ومن هنا جاءت تمجيد الذاكرة. ما هي هذه العملية اللي عندها علاقة مباشرة بتحصيل الدراسي. اول حاجة اللي هي التذكر. هذه التذكر هي استرجاع الصورة البصارية السمعية. يعني كتطب الزمن. كين التفكير واللي هي واحد المفاهيم الرمزية توتيرها مشكلة وتهدف الى غاية. وكين التخيل اللي هي واحد العملية عقلية كتقوم على الانشاء والابداع لعلاقات جديدة كتبنا على الخبرات السابقة. اذا كين الدكاءات والقدرات. اذا كنت الدكاء راح قدرة عامة كتشترك في جميع العملية العقلية المعريفية. بواحد النسب مختلفة ومتباينة. فان القدرة كتعني كل ما يستطيع الفرض اداؤه في الحضرة هنا من اعمال عقلية وحركية. يعني واحد القدرة يعني لغاوية ونحوية عددية الى اخره. اذا القدرة كتتمسل ناروك المعريفة فهي نسبية وغير قادرة وغير قاررة مختلفة ومتباينة. يعني هذه الكفيرها مستمرة وشاملة. كين الادراك. الادراك هي واحدة العملية العقلية كيتم بواسطها معرفة العالم الخارجي بما فيه العلاقات وصفاء العقل على المحسوسات. يعني وخصنا نعرفه بان الانترنت كي ساهم في الفقر المعريفين لان فيه الاختصار. كين تاني هذا من كنظره على البعد المعريفي العقلي. قلنا المستويات ديالو هي الحفظ الفهم تحليل تركيب والتقويم. إذا هذه كخلاصة غانم الشي والبعد الوجداني. شنو هي البعد الوجداني. واحد الحالة نفسية كتتأثر بطبيعة نمو الفرد ومعالمه وبعالمه المحط به. وكيتأثر بمستوى دكاء الفرد واستعداداته ونوعية العلاقات السائدة في بيئتي الاجتماعية. وقد يكون هاد اثار في التعطر الدراسي. وكي يشمل المجال الوجداني عدة مكونات كتلعب دور مباشر في التعطر الطفل. كين اللي هي شنو هي. المستوى ديالا كالاتجاهات النفسية. وكين القيم. وكين الحاجات والرغبات. وكين الدفعية. الجانب الوجداني عنده حاجات ورغبات وميول ودوافع. هكذا نعرف ها. متكاملة. كتأثر في درجة الانتباه. مفهم؟ وتنظيم هاداك الفضاء ديال القسم الواقع التربوي. يعني هاداك تنظيم الفضاء القسم راهي. كي اقتر لنا على الجانب الوجداني. اذا نتمنى يعني تكون مفهوم هاداك الفكرة. عندنا البعد تستيكو حركي. هاد البعد تستيكو حركي. ما كي حضاش واحد الاهمية كبيرة. علاش لاناك نعتبروا بان هاداك الحركة واحد مظهر قوي من مظاهر ديال النمو ديال الطفل. فهو كيلعب دور كبير في التوازن المتساق الشخصية. بمعنى ان المناولات والمهارات الحركية كتساهم بتنمية المعرفة. شنو هي هاد العواميل الموضوعية للتأثير الدراسي. كين العواميل السوسيوتقافية. هنا كين دك تباين الموجود بين انتماءات التلاميذ الوسط السوسيوتقافي. مثلا هاداك تقافة الاسرة كتنعاكس على الوعي والتحضير. واهتمام الاسرة بالطفل. كين تحضر التمدن. وهذا اني كان هدروع العواميل السوسيوتقافية. اللي هي كتساهم بتعطر الدراسي. كين العواميل الديدكتيكية. وهي اللي مهمه 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 ويجب تركيز عليها. لان هي اللي كيتطرح فيها الاسئلة اللي يتحضر بها. لكن هذا لا يعني اننا مخصناش نعرف العواميل الاخرى. ولا نهملوها. اذا هذه العواميل الديدكتيكية. هو ان هذا التطرح الدراسي. كينشاء عن قصور. يعني قصور ديال العامل الديدكتيكي. اهمها شنو هو عدم اطارة اهتمام التلاميذ الى المادة التعليمية. في التمادي في التجريد. وعدم الارتباط. وعدم بناء الدرس وفق القدرات العقلية. لهم والانقطاعات. كينتج عنه انسيحاب معريفي. والجودة تكون مرتبطة. يجب ان تكون مرتبطة. بعد المرات وجود معدل عمر غير مناسب للمستوى. كينسوا التنظيم في توزيع التلاميذ. ذلك عمليات الاكتضاد والتحق بالاقصام. معلمين اكفع. كين تغيير المفاجئ للمدرسة. عدم موجود مدرسين اكفع وغياب الضمير المهاني. او حالة المعلم النفسية التي تؤثر عليه. والطرائق التدريس العقيمة. عدم توضيف الاسناد الديدكتيكية. وهنا من العوامل التي تدخل الديدكتيكية. اذا سوف نذهب على خطة عملية الدعم. هذه الخطة. يجب ان يقصد انتقال من وصف الدعم كإصلاح او علاج القصر الملاحظ في السلوك المدرسة المتعلمة. وهذا الدعم يستند على التقويم. يعني كيتأسس على التقويم. يعني واحد هو واحد الاجراء منهاجي. خصنا نعرفه. يعني مصدر التعلم اللي هما تلاميذ والمدرسون على حد سواع. يعني كنديروا دعم الطرق والاساليب والتقنيات. وكين ادوات التعلم والشرطه. هنا كنقصدهم طرائق الوسائل والتقنيات والتفاعلات والتفاعلات المعنية. شنو يعني هنا. هنا غنهدر على شنو هي مظاهر التعطر. قلتي قال لك شنو يعني هذيك المظاهر شنو هي. كين صعوبة في الفهم. كين صعوبة التعبير. كين نقص المستوى الاداء. كين ضعف الملاحظة. كين نقص في القدرة على الحفظ والتذكر. كين غياب المشاركة. كين قلت النشاط وفقد الحوافظ. كين نقص في القدرة على الحفظ والتدقى. مفهم؟ هذي هما يعني المظاهر التعطر كين المجالات دياله. هنا من كي هدر لك شنو هي المجالات. هي دك المجالات ثلاثة. المجال الوجداني. والمجال المعرفي. والمجال الحس حركي. اذا هذي هما المجالات دياله. اما الاساليب. فهي دك الملاحظة المستمرة. والتغذية الراجعة. والالعب التربوية الهادفة. وبطاقة صحيح الذاتي والموضوعي. والوسائل اللي عندها علاقة. ارتبط بالتوجيه. والروائز المتعلقة بالسلوك بالمستوى المعرفي. هذي نتائج ديال تشخيص. خصنا نصنفوها. في البعد السيكولوجي. مثلا شعور بالنقص والإحباط. والسلوك الانحرافي. وكين في البعد التربوي اللي هو الطيرة بصير الدروس. والطيرة بالمناخ النفسي والتواصلي. في الفصل. ودعم تحقيق الاهداف التعلمية والتربوية. ونخفاض مستوى التحصيل. اذا كخلاصة القول. بان شنو خصني نعرف على التعطور الدراسي. خصني نعرف المظاهر دياله. مثلا من مظاهر التعطور صعوبة في الفهم. صعوبة في التعبير. نقص في مستوى الاداء. صعوبة الملاحظة. هدوما مظاهر التعطور. المجالات هي المجال المعرفي. المجال الحس حركي. والمجال الوجداني. كين تشخيص الاساليب ديال تشخيص. كيفاش كان شخصوهم. بالملاحظة المستمرة. ولا بتغذية راجعة. ولا بطاقة صحيح الذاتي والموضوع وتشخيصين. كين نتائج تشخيص لي. شنو الحصن. مبعد مظاهر التعطور. اول حاجة كين الدعم الوقائي كيكون في بداية الفعل التربوي. هنا خصنا تجنب الالقاء والغموض. والقفز على الفوارق. دراسة وسائل وزمن ومكان الدعم. تبني واحد اسلوب الدعم الهادف. تحديد الوسائل. وقيام بعملية الدعم. ودعم جديد للدعم. يعني دائما كندير حصاص ديال الدعم. حصر هاداك الفعل السلوكي والصنافي والمعريفي. باش نعالجوه. شنو هي فعالية الدعم. هنا دائما تتلميذ باعتباره فعيلا. المدرسون كموجيهون ومرشيدون. تلاميذ كمجموعة متعاونة. المكتبة كمرجعية داعمة. الاستطلاع كتعزيز. الاعلام كجهاز داعم. المرسالات التعاونيات داعمة الى اخره. نفهم؟ اذا كنت مننا يعني نكون فدكم. وبتوفق الجميع. اذا واستودعكم الله الذي لا تضيعوا ودائعوه. الى عجبك الفيديو ما تنساش تدرلي لايك. بتوفق الجميع. ابيانتو. والى حس مقبلة ان شاء الله. اشتركوا في القناة.